مساعدات طبية دولية لليمن لمواجهة وباء كورونا بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 56 حالة إصابة وتسع وفيات بعد إعلان اللجنة العليا للطوارئ تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بينها حالة وفاة في حظر موت الساحل وفق وكالة سبايا الحكومية فإن الصحة العالمية أوصلت إلى اليمن مساعدات طبية خاصة بفيروس كوفيد 19 ونقلت الوكالة عن ممثل الصحة لدى اليمن الطاف موساني وصول طائرة محملة بـ 14 ألف عينة فحص وألف ومئة محلول اختبارات ستوزع على جميع أنحاء الجمهورية الصحة العالمية بحسب المسؤول الأممي درست مع وزير التخطيط نجيب العوج إمكانية إرسال سفن مجهزة بمستشفيات لدعم جهود مكافحة كورونا وتعزيز الاحتياجات في محافظتي عدن والمكلة وإنشاء غرفة طوارئ في اليمن لإدارة توزيع المؤن والتوريدات بهدف تسهيل وصولها تاتي تصريحات منظمة الصحة العالمية عن مساعداتها الطبية بالتزامن مع تعليق مواقة لحركة موظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بسبب ما اسمتها بالمخاطر المتعلقة بسلامتهم كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت عن وصول طائرة محملة بمساعدات طبية لمواجهة كورونا إلى مطار صنعاء الدولي وهي الطائرة الثانية التي تصل لليمن منذ بدء انتشار وباء كورونا في العاشر من أبريل الماضي المساعدات الطبية الدولية تاتي في ظل انقسام سياسي تعيشه اليمن أثر على وحدة قرار إدارة النظام الصحي المنهار الأمر الذي يضع استفهامات كثيرة حول آليات وصول تلك المساعدات وضمان نجاحها في احتواء جائحة كورونا